قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت تقارير عن حادث في محيط مضيق باب المندب ودعت الهيئة السفن إلى توخي الحذر أثناء عبور المضيق هذا وأكدت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري أكدت أن مسلحين في زورق سريع أطلقوا النار على ناقلة في البحر الأحمر قبلة ساحل اليمن واستهدفوها بالصواريخ وذلك في أحدث واقعة تهدد الممر الملاحي بعدما حذرت قوات الحوثي اليمنية السفنة من السفر إلى إسرائيل وقالت الشركة البريطانية أن الزورق السريع اقترب أيضا من سفينة ثانية كانت تبحر في المنطقة نفسها لكنها لم تتعرض الهجوم وفي حدث منفصل قال مسؤول دفاعي أمريكي في واشنطن قال إن المدمرة معصن التابعة للبحرية الأمريكية أسقطت طائرة مسيرة تابعة للحوثيين قادمة من اليمن وكانت متجهة للصوبة المدمرة أثناء تقصيها لتقارير بشأن هجوم على سفينة تجارية ترجمة نانسي قنقر